شدد رئيس عبدالفتح السيسي خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياضة على ضرورة وقف إطلاق النار فورا بلا قيد أو شرط ووقف كل ممارسات التهجير القصري للفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم هذا وأكد البيان الختمي للقمة على العمل على كسر الحصار على قطاع غزة وفرض إدخال قوافل لمساعدة إنسانية عربية وإنسانية وإسلامية ودولية تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري العمل على كسر الحصار على قطاع غزة فرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإنسانية وإسلامية ودولية تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري بنود عدة جاءت في البيان الختمي للقمة العربية الإسلامية التي عقدت بالرياضة قمة جاءت بمشاركة الرئيس السيسي حيث شدد على إدانة مصر استهداف وقتل وترويع جميع المدنيين مؤكدا في الوقت ذاته على عدم قبول سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قصرية مؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قصري غير مقبولة ولا يمكن تبرينها بالدفاع عن النفس ولا بأي دعاوة أخرى وينبغي وقفها على الفور القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض أكد رئيس السيسي خلالها أن مصر حذرت مرارا وتكرارا من مغبة السياسات الأحادية مجددا التحذير من توسع المواجهات العسكرية في المنطقة في حال التخاذل عن وقف الحرب في غزة لقد حذرت مصر مرارا وتكرارا من مغبة السياسات الأحادية كما تحذر الآن من أن التخاذل عن وقف الحرب في غزة ينزر بتوسع المواجهات العسكرية في المنطقة وإنه مهما كانت محاولات ضبط النفس فإن طول أمد الاعتداءات وقسوتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحة وكان البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية قد طالب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية باستكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل حيث تم تكليف أمانتي جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بإنشاء وحدتي رصد إعلاميتين لتوثيق ورصد كل جرائم الاحتلال لتعرية ممارساتها غير الشرعية حيث تمت إدانة العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة والمطالبة بضرورة وقفه فوراً البيان أكد أيضاً أنه تم تكليف لجنة مشكلة من عدد من وزراء خارجية الدول منها مصر والسعودية والأردن وتركيا وفلسطين للعمل على نقل موقف القادة إلى المجتمع الدولي والإصرار على إنهاء تلك الحرب ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني والدفع بعملية سلام تؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة على أراضيها ضمن المبادرة العربية للسلام